انت يا أخي في حاجات غريبة أوي انت الحاجات دي بتأثر فيك في شخصيتك بطريقة غير عادية طبعا لأن انت فاكر كل جبيرة وكل صغيرة بسم الله طبعا مشاهلا تتشهو ده يعني كل واحد عمل جميلة يقدي كده للكابتال سيد انت فاكرها له بصها كابتالي الصف يعني احنا في زمن وفي مجتمع للأسف للأسف وفي عصر محدش بيفتكر غير اللي هو عمله بس مش عاوزة كلام ودي حاجة صحيحة جدا يعني عشان تبني حاجة كويسة ويفضل الوفاء مستمر لأبد الظهر لحد ما القيمة تكون يعني لازم تعرف الأول يتعامل معاك إيه يعني ومش بالضرورة تعمل لحد فيردلك الجميل ده هي رسالة مسج في الأرض كده ان انت عملت حاجة لحد فالحد ده مش شرط ردها لك هو هيعملها مع حد تاني ولما يعملها مع حد تاني يعملها مع حد تالت ورابع وخامس فالثلاثة دول كابتال محمد يوسف قال لي قال لي خلي بالك انت هتبقى لعب كويس قوي استمر على كده كابتال مرحيم حسن وانا لعب اتحاد وصمانو دي أول مباراة ليا في الدوري أما لابت أول مباراة كانت مباراة إيه الكاس كانت أول مباراة ليا كانت في الكاس مع التحاد السكندار التحادس كانت إيه ليلة المباراة انت عشتها إزاي أولا ما كنتش عارف انها هلعب كمين الجيل بتاعك الجيل بتاعي من سني ما اللي انت طلعت عليه اللي هم الدرجة الأولى في الوقت ده كان هشام حنف كان قبليه باربع سنين كان فيه طبعا كابتال هدي خاشم قبليه بخمس ست سنين كابتال وليد صلاح كابتال سامير كامونة كابتال نخلة لكن طبعا كان فيه عظماء بقى موجودين تاريخ وأساطير كان فيه كابتال شبير كابتال السوم عرابي كابتال مجد طلبة شهدي محمد لا ده دول بعدي بقى بعدية بشوية ده جيل بتاعي السن بتاعي حسام غالي بعديك بشوية بعديك بشوية كابتال حسام حسك كان معك علي ماهر ولا جي علي لا جي علي جي علي يعني انا لعبت اول 96-97 كان واقل جمعة وواقل بيبو بس لا طبعا بعدية بشوية يعني واقل جي كانت واقل جمعة جي 2001 وابراهيم سعيد ابراهيم لعب بعدية بسنتين اه او بسنة يعني انت الكابتن على الناس دي كلها بس سنة ماكتش الكابتن ملعبت أدام منه؟ أه طبعاً دول أدام لكن سأني مثلاً فاروق اللاعب الأول محمد فاروق اللاعب الأول كان ياسر ريان لا ياسر ريان أكبر مني كتير ياسر عجوز أكبر من أبويا كانت ياسر ريان طبعاً كان واحد من نرضه من الناس المواهب الصراحة طبعاً يعني هذي خشبة والناس دي أقصد أن اللاعب الكبير ممكن يشوف حاجة برضو وبيتكلم مع المسؤول هو مالوش القرار بس هو ممكن يكلم مسؤول كانت ريان أحسن كل من نلعب في مطش اتحاد واصمان ده دوري بقى اه كان نسمع في الاتحاد واصمان فقبل المطش قال لي خليك قال لي خليك على نفس المستوى ده يعني قبل المطش ما يبدأ قال له يا كابت الماهر سيد ده يبقى العيب كويس قبل المطش يبدأ كابت المجد طلبة في المطش الأولين اللي هو بتاع الاتحاد السكندر لأول مطش لعبه حصلت حاجة فنية يعني زي الأيام اللي احنا عاشين فيها دلوقتي في كاسر رابطة بالضبط المنتخب كله راح لعبة المنتخب كلها راحت وفضل النشئين سوريين وفضل النشئين وعندنا مجموعة إصابات أو كمية إصابات كبيرة وحصلت حالة طرد من المجموعة اللي بتلعب يعني محمد شرف كان لعيب واحد من الناس اللي برضو اللي بتلعبها جاملة جدا 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 ما خديتش حظها يعني فاضطرد فهم عندهم دلوقتي مشكلة مين يلعب باكرايت كان أحمد راجب اللي بيلعب باكرايت هل يدخلو أحمد راجب سردي باك وساد عبدالحافظ يلعب باكرايت ولا يدخلو النخلة من باكليفت يدخلو سردي باك وكان فيه لعيد اسمه تامر عبدالحاكيم ايوه كنا مشتريه من طنطة برضو لعب كويس طبعا هو ليه لعب باكليفت وتامر يعني لعب قابلي في الدرجة الأولى كويس فممكن يبع عنده الخبرة اللي ممكن تخليه رسيت على ايه رسيت ان انا لعبت باكرايت باكرايل اه لعبت باكرايل لما قالوا اخي تلعب باكرايت